خلينا نتكلم بقى عن مجموعة من مجموعات الفرق في كاس العالم ودايما كل حلقة بنتكلم عن الفرق اللي بتلعب تصفيات كاس العالم في القرية الأفريقية وبنتكلم عن المجموعات بشكل شامل المجموعة اللي معنا النهاردة هي مجموعة المنتخب المغربي المنتخب المغربي في مجموعة تضم المنتخب المغربي والمنتخب الزامبي ومنتخب الكونغو برازافيل ومنتخب تنزانيا ومنتخب النيجر ومنتخب إيرتريا يعني منتخب المغربي هو الأقوى في المجموعة دي لكن حيلاقي منفسة من جانب المنتخب الزامبي لكن كلنا نتمنى أن المنتخب المغربي هو لا يتأهل من المجموعة دي خصوصا بعد الإنجاز أو النتاج الإجابية اللي حققوها في كاس العالم في قطر مع وليد إيريك روكي عاوز أقول لكم أن المنتخب الزامبي واحد من المنتخبات مش سهلة منتخب عنده إمكانيات كبيرة وعنده لعبة مميزة في السنوات الأخيرة المنتخب الزامبي غير أكتر من مدرب ما كانش فيه عملية استقرار في المدربين كان عنده مدرب تشينباشي كان عنده نيناردا كان عنده كمان ميتشو ميتشو سيردوفيتش وما ننساش سيفن فاندنبروك واحد برضو من المدربين اللي تولوا الإدارة الفنية المنتخب زامبيا سيفن فاندنبروك مدرب الوداد السابق للعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي اللي أمامنا على الشاشة منتخب زامبيا واللعيبة كبار بقى جدا لأول ما كناش بنشوف منتخب زامبيا لعيبة بتلعف عندها كبيرة يعني باتسون داكا متواجد في ليستر سيتي بعد ما تقلقه في البطولة المحلية في زامبيا راح سالس بورج النمساوي ثم إلى ليستر سيتي في إنجلترا يعني اللعيب كان كمته التسوقية 250 ألف يورو وهو في زامبيا دلوقتي في إنجلترا كمته التسوقية تتجاوز 30 مليون يورو عندهم كمان كانجوا لعب ريد ستار السربي ميسون ده بقى لعب النرويج لعب خط الوسط وعندهم لعب أخر اسمه ميسون ده اللي هو مدافع آير الاسكوتلاندي إفرام جرانت هو من يتولى الإدارة الفنية حاليا للمنتخب الزامبي والصراحة ماشي معهم بشكل جيد جدا وشوفناهم في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بيلعب فريق بحجم كوتيفوار ويعمل لقاء كبير جدا أمام كوتيفوار ويغلب كوتيفوار 3-0 فدي حاجة تحسب لقرة القدم الزامبيا وإفرام جرانت بيقول أنا موجود وهنافس مع المنتخب المغربي ترجمة نانسي قنقر